رفضت الإدارة الأمريكية طلب الأمم المتحدة التراجع عن تصنيفها جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا وأعلنت تمسكها بقرارها مع وضع آليات تخفف من تأثير هذا التصنيف على الوضع الإنساني باليمن وقال ريتشارد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي قال إن بلاده اطلعت على التحذيرات المتعلقة بالتداعيات الإنسانية لقرارها بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وسوف تتخذ إجراءات لتيسير وصول المساعدة الإنسانية والوالدات التجارية إلى اليمن وأشار مجلس إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الخطوة هي الحركة الصحيحة التي يجب اتباعها لإرسال الإشارة الصحيحة إذا أردنا للمسار السياسي أن يتقدم إلى الأمام